معنا شبكة مراسلنا من موسكو يوسف بيغار وأيضا ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد زاوي وأيضا من برلين يمان شواف أهلا وسهلا بكم جميعا أسأل محمد في كييف أولا عن طبيعة الوضع الميداني في الشهر الرابع للحرب وأي تصريحات سياسية وردود أفعال على ما تريده موسكو من تنازل لأراضيها تعقيبا على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كيسينجر نعم في آخر التطورات الميدانية قبل فترة قصيرة فقط تعرض وسط مدينة خاركيف شرق أوكرانيا إلى قصف جوي روسي أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة عشر آخرين بجروح وفق تأكيد رئيس بلدية خاركيف الذي دعا السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ وعقبية المنازل وكذلك إلى محطات المتر واتباع التعليمات الأمنية في ظل المخاوف الأمنية من زيادة أو تكثيف القوات الروسية لهجماتها على مراكز البناء التحتية المدنية في مدينة خاركيف أيضا في مدينة سومي شمال شرق البلاد أعلنت القوات الأوكرانية عن إسقاط صاروخ روسي اليوم كان يستهدف هذه المدينة التي عادت ربما أو عاد إليها التوتر خاصة لتلك البلدات الحدودية الواقعة على الحدود مع روسيا في غضون ذلك أعلنت تهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تدمير وحدة لمركز المراقبة للقوات الروسية في الطريق الرابط بين مدينتي باخموت وكذلك ليسي تشانسك في شرق البلاد إذا تحدثنا سياسيا كان هناك زيارة اليوم لرئيسة الوزراء الفلندية صانا مارين التي قامت بزيارة إلى ضواحية العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة إيربين وكذلك بوتشا التقت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء دينيش ميهال عبرت عن دعمها لأوكرانيا زيلنسكي أيضا شكر الجانب الفلندي على المساعدات العسكرية التي قدمتها فلندا لأوكرانيا وكذلك شكر على الدعم فيما تعلق بالعقوبات وكذلك قضية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في المسألة الثانية فيما تعلق ب... نعم نعم محمد التفاصيل كثيرة ولا شك سنقف عليها تبعا في النشرات ولكن نتحول إلى موسكو هناك يوسف بيغار موسكو هنا أكثر من تطور ربما تعليقات الكرملين على ضرورة التنازل الأوكراني عن بعض الأراضي تعقيبا على ما قاله هنري كسينجر على ماذا بنيت هذه الرؤية الروسية وكيف أيضا تنظر موسكو لبقية التصريحات القادمة من ألمانيا بأنها لن تسمح بأن الغرب لن يسمح لبوتين بفرض شروط السلام في أوكرانيا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف انطلق من تصرحهاته هذه بأن على السلطات الأوكرانية أن تنظر بعين الواقع لآخر التطورات الميدانية في أوكرانيا في إشارة واضحة إلى السيطرة القوات الروسية على عدد من المدن الأوكرانية بيسكوف دعا الجهات الأوكرانية إلى الاعتراف بتلك المطالب الروسية والموافقة على هذه المطالب التي تحدثت عنها روسيا في الكثير من المرات والتي ناقشتها في المفاوضات والمحادثات التي دارت بين الوفدين الروسي والأوكراني مرة أخرى يؤكد الكريملين تمسك الجانب الروسي بكل المطالب والأهداف الذي أطلق من خلالها أو من أجلها أطلق هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي هي مستمرة في شهرها الرابع في الكثير من التصريحات سواء تلك التي صدرت من الخارجية الروسية أو حتى من الكريملين تؤكد بأن هذه العملية العسكرية ماضية حتى تحقيق كل الأهداف وبأن روسيا هي الأخرى منفتحة لتحقيق هذه الأهداف عن طريق العمل التفاوضي مع الجانب الأوكراني وإن كانت هذه المحادثات والمفاوضات مجمدة بسبب الطرف الأوكراني بحسب ما تقول الجهات الروسية موسكو ترد على أيضا العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على الاقتصاد الروسي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في مؤتمر الاقتصاد الأوراسيوي وأكد بأن هذه العقوبات لن تضر فقط بالاقتصاد الروسي وإنما تشكل خطر وضرر كبير على الاقتصادات العالمية نوها إلى حالة التضخم الكبيرة التي تعيشها الاقتصادات العالمية وقال بأنها وصلت إلى نسبة كبيرة منذ أربعين عاما يؤكد الكريملين أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذه العقوبات تسبب ضررا للاقتصادات العالمية يعلق أيضا عن مسألة اتهام روسيا بأن هي من تسببت في الأزمة الغذائية رد على هذه الاتهامات بأن العقوبات الاقتصادية والإجراءات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا هي من سببت هذه الأزمة الغذائية نهيكة عن التصرفات التي قامت بها القوات الأوكرانية والتي قامت بتلغيم عدد من الموانئ البحرية ما منع السفن التجارية من التنقل بكل حرية يمان في برلين في ألمانيا اليوم تصريحات عالية اللهجة من المستشار الألماني يقول أنه لن يسمح لبوتين بفرض شروط السلام في أوكرانيا ولن يسمح له الغرب في أن يخلق عالم الثنائي القطب ما خلفية هذه التصريحات والحديث عن السلام في أوكرانيا هل يعكس تصورات في ألمانيا بين الحرب قاربت على النهاية نعم طبعا التصريحات التي كانت للمستشار الألماني أولف شولتس أمام منتدى دافوس الاقتصادي كانت واضحة شولتس قال أنه لا يمكن لبوتين أن ينتصر في هذه المعركة وأن الأهداف التي وضعها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قد فشلت بعد أكثر من ثلاثة أشهر على هذه العملية العسكرية لم يستطع في السيطرة على العاصمة كييف لم يستطع في تحقيق تلك النتائج التي كان يطمح إليها ومن هنا كانت الرسالة واضحة والرسالة التي أكد عليها أيضا المستشار الألماني أولف شولتس بأنه لن يسمح لبوتين بأن ينتصر في هذه الحرب لأنه سيهدد النظام الأمن العالمي لذلك والقانون الدولي لذلك من هنا لا يجب أن ينتصر هذا ما أراد أولف شولتس أن يوصله خلال هذه الكلمة والنتائج التي انطلق منها أيضا أولف شولتس بأن بوتين قد فشل في هذه العملية لم يحقق الأهداف التي وضعها من هنا قال شولتس بأنه لا يمكن بناء على كل هذه المعطيات لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يضع شروطه للسلام بمعنى أنه يجب أن يخضع للسلام وأكد على ضرورة استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا من منطلق حق الدفاع عن النفس وأن هذه المقاومة التي أثبتها الجيش الأوكراني قد كبدت الجيش الروسي الخسائر وكبدت روسيا خسائر اقتصادية جراء العقوبات لذلك ومن هنا لا يمكن لبوتين أن يفرض شروط السلام بل يجب عليه أن يوقف هذه العملية العسكرية وأن يخرج خارج الأراضي الأوكرانية بعد ذلك يمكن الحديث عن السلام طبعا هذه الرسالة التي كانت واضحة من خلال كلمة المستشار الألماني أولف شولتس إيمان شواف ومحمد زاوي ويوسف بيقار شكرا جزيلا لكم جميعا شكرا لكم